يا مساء الجمال على احلى متابعين في الدنيا بحالها وحشتوني جدا جدا من القصة اللي فاتت اما النهاردة فانا جايبا لكم قصة جديدة بقلم الجميلة لادو غنيم وقبل ما ابدأ ما تنسوش بقى لو عجبتكم القصة تعملوا لايك واشتراك في القناة ويلا بينا نصلي عن نبي عليه افضل الصلاة والسلام ونبدأ قصتنا بتسحى ملك من النوم على صوت رن التليفونها برقم صحبتها ميادة عايزة اي يا بيتة عالصبح حتى يوم الاجازة بترني ومش عتقاني يا لهوي انت لسه مخمودة قومي يا بيتة النهاردة في مدرسة النهاردة اول الاسبوع يا فالحة وعندنا امتحان مهم في الكيميا والاستاذة لمسها تنفخنا يخرم بيتك دي اكيد هتسقطني والله دي اقل حاجة هتعملها معاك ما انت عارفة هي بتحبك ازاي انا مش فاهمة هي اللي مش بطقني مع ان كيوتة وصوتي ما بيعلاش عليها خالص انت كمان عايزة تعلي صوتك عليها لا ده انت لسهتي خالص وبعدين يا فالحة هي مش بطقك من سهة ما احرقتها قدام المدرس اللي كانت بتكراش عليه وقلتي قدامه انك شفتيها وهي بتركب طقم سنان وبعدين خدي هنا طقم سنان ايه دي لسه عندها 35 سنة اعمل ايه ما هي اللي هبلى بقى في مدرسة تجيب معاها طقم سنان لعبة وتلبسه عشان سنتها تكسرت وتكسفت من شكلها خليها اديها لبست والله ما حد هيلبس غيرنا بقولك ايه فوقي بقى ويلا لبسي بسرعة حاضر حاضر يا نصحة بس بقولك البس ايه انا زهقت من طقم المدرسة وانا مالي يا اختي ما تلبسي اي حاجة يا زفتة بقولك هنسقط يخرب بيتك وبعدين هو انت رايحة حفلة ما انت لازم تلبسي لبسي ام المدرسة ما تشلينيش بقى والله شكل رفدنا هيبقى على ايدك هو احنا ورانا حاجة وبعدين هو فيه احلى من اننا نعيد كل شوية ده احنا نبقى مشهورين في الجامعة ولا فرقة البيتي اس لا يا اختي شكرا انا عايز اخلص الزفتة السنوية عشان ادخل الجامعة ووقع مز حلوة كده اتجوزه او حتى اي كلب المهمة تجوزه السلام كلبي ايه يخرب بيت الرخص بيت يا ميادة اقفل انا مش نقصة سدت نفسي عالصبح سلام اشوفك في المدرسة ماشي يا ستي سلام يا فالحة وقفلت ملك الفون وخرجت من قدتها ودخلت تغير لبسها وتلبس لبس المدرسة اللي كان عبارة عن جيبة واميس وكوتش ولبست شنطتها ونزلت من الشقة ودخلت المحل بتاع ابوها اللي عنده خمسة وخمسين سنة واتكلمت بابتسامة صباح الهانة على اجمل سعيد في الدنيا صباح الجمال على ست البنات ها مستعدة للامتحان اللي عندك ايه ده انت عرفت منين اني عندي امتحان ده انا نفسي كنت ناسي على الحوار كله نعم ناسي على الحوار كله ده انت شاكلك نوية بلاتي السنة دي لا يا ملك احنا ما اتفقناش على كده انا مش مدخلك احسن مدرسة في البلد عشان تيجي وتسقطي في اخر سنة ليكي والنبي فوقي الموضوع مش نقص ملك يا بابا بتتكلم كده ليه وبعدين ما تقلقش يعني ان شاء الله هعدي انا بتكلم كده عشان مش عايزك تخيب ظني وحلم امك الله يرحمها في انك تدخل كلية الطب وبصراحة كده انا قلبي مش مرتاح لك حسك متغيرة بقالك فترة متغيرة ايه بس يا بابا ده انت بيتهيقلك وبعدين انا عايزك تسق فيها شوية وان شاء الله هنجح وهدخل كلية الطب ولا تزعل بقى يا عم سعيب والله يا بنتي بتمنى وادل ايام ما بيننا ماشي يا حجوك بكرة تشوف يلا هامش انا بقى باي وقربت ملك وبسته منخده ومشيت بسرعة وتعالوا بقى اعرفكم على بطلتنا ملك طالبها في سنة تلتة سنوي عندها 18 سنة وعيش مع باباها لوحدها لان مامتها ماتت وهي صغيرة عايشين جوا بيت بسيط فيه مطعم مأكلات بحرية خاص بباباها لانه طباخ شاطر جدا اما حكايتها فكانت غريبة جدا بسبب اللي حصل لها في المدرسة وغير حياتها كلها تعالوا بينا نشوف ايه اللي حصل ووصلت ملك المدرسة بعد ساعة وقعدت جوا الفصل بتاعها وبدأت تتكلم مع ميادة وصحبتها منار اللي قالت لها باستغراب والله زي ما بقولكم كده البت يارى اللي طلع فيها دي وعملالي فيها ياسمين صبري شفتها من شوية وهي ماشي وقفها بيقمر عيش بسبب انه مراد الكيلاني كسفها لما حاولت تتكلم معاه ومشي ومرادش عليها لا محدش يقرب من مراد الكل ييجي عنده ويعمل ستوب ده الكراش بتاعي وحبيبي كده حبيبي طب وطي صوتك ياختي وبلاش فضايح وبعدين ياختي حبيبك ده ما بيعبركيش حتى ببصة يا خايبة وانتي ماشي وراه زي الكلبة من ساعةك ما تنقل للمدرسة دي من شهرين وبتحاول تلفتي نظر وهو ولا معبرك حتى بابتسامة يوه وهو زنبي يعني وبعدين ما هو مش معبر اي واحدة في المدرسة ومتنك عالكل وعملي فيها وعملي فيها الجاكشان وقدم انت عارفة كده ليه بتجري وراي عدمة الكرامة عشان بحبه اتهديته بقى وبعدين اعمل ايه مقلبي اللي محبش غير ابن الجزمة ده نصيبي بقى اناي ليه صحيح ياختي الحب بهدلة عالعموم انا هنزل اشتري حاجة من تحت الاستراحة قربت تخلص وانا ما جبتش حاجة وانا كمان خديني معاكي جعانا وهشتري حاجة اكلها بنات هتولي معاكو خمس اكياس منديل عشان ناوي عيط يا اخري البيت قبل اللي تزعالك يا شيخة كل ما تزعالي تخلصي خمس اكياس منديل ولا اللي فتحة حنفية في مناخيرك اخسى عليكم انتو بتعيروني بنفتي عيب عليكي طبعا هنجيبلك يعني هنبقى احنا واتنك عليكي والله ماي صح يلا يا ميادة ومشيت ميادة ومنار اما ملك فوطت من على الكرسي عشان تجيب تليفونها اللي وقع وهي بتبردن بصوت مسموع وواضح ايوة ما هنا نقصك انت كمان زبالة صحيح دايما مدوخني وراك بقيت عامل زي مراد اللي طالعلي فيها بس اعمل ايه بحبه زي ما بتنايل بحبك بس والله لو شاشتك تكسرت لها غيرك بواحد تاني يكون احسن منك وسكتت ملك بصدمة بسبب مراد اللي دخل وهي موطية وسمع كل كل كلامها وتكلم بتناكه ومتعود عليها بقولك ايه غبية انت تقصديني انا بالكلام ولا بتتكلمي عن حد تاني قامت ملك وبصط له بابتسامة مراد انت هنا وبتتكلم معايا بجد ولا انا بحلم ايه الابتسامة الاوفر دي وبعدين انا سألت سؤال انت كنت بتتكلمي عني انا ها لا يعني قصدي انه هو اصل انت فعلا غبية المهم ما تعرفيش واحدة هنا اسمها ملك سعيد ها ملك سعيد ليه هي عملت حاجة رضي على قد السؤال تعرفيها ولا لا اعرفها طبعا بس والله العظيم دي بيت تغلبانة وما بتقزيش حد نسمة كده نسمة دايما في حالها ده على اساس اني واحد من شؤون الطلبة وجاي اعرف احوالها بقولك ايه شفيها وقولي لها تنزل ساحة المدرسة حالا عشان المديرة هتقول خبر مهم كمان عشر دقاية ولازم تكون البنت دي موجودة وبقولك ايه خديلك حبوب للزكاء عشان شكلك غبية بزيادة ومشي مراد منقصدها وهو خارج قبلته ميادة ومنار ودخلوا وبيبصوا الملك باستغراب ده مراد هو كان بيعمليه هنا بصت لهم ملك بصدمة واتسامة في نفس الوقت مراد نصحني وقال لي اخد حبوب للزكاء عشان انا غبية انا مش مصدقة نفسي انه كان بينصحني ها لا يا غبية هو كان بيقصد انك فعلا غبية ومش بتفهمي انتي ازاي تسيبه يقولك يا غبية ايه ما عندكيش دم خالص ولا زرة كرامة حتى هو انا اللي كنت مفكرة بينصحني وبعدين انتو بتقوموني عليه ليه كده وكفاية اللي انا فيه المديرة عايزة نبقى موجودة في استراحة المدرسة دلوقتي انا مش عارفة ليه المفروض ان كلنا لازم نبقى في الاستراحة عشان المديرة هتقول خبر مهم ما تقلقيش كده كلنا مطلوبين يلا خلينا ننزل ومشيوا البنات ونزلوا الاستراحة اللي اتملت بكل الطلاب ووقفت المديرة ومسكت المايك الصباح الخير يا اولاد النهاردة جاي ابلغكم ان المدرسة كل سنة زي ما انتو عارفين بتعمل مسابقة لطلاب تلت سنوي عشان اختيار افضل طالب وافضل طالبة للمدرسة قبل التخرج من المدرسة والمسابقة طبعا زي ما انتو عارفين انها بتبقى مكونة من خمس سنائيات كل سنائي مكون من بنت وولد بيبقوا مع بعض في نفس الفريق والنهاردة جاي ابلغكم ان المسابقة هتبدأ من بكرة عشان كده هقول لكم من دلوقتي مين هم الطلاب اللي هيكونوا في المسابقة ولحظتها بس تيارة للمديرة بس يا فندم احنا ما اكتزناش اي اختبارات للمسابقة عشان تختاروا اللي هيبقوا موجودين فيها فعلا احنا ما بلغناكمش ان فيه اختبارات هتتعامل عشان نفجأكم بان الامتحان اللي امتحنتوه الصبح النهاردة كان هو ده اختبار اكتياز الطلاب لدخول المسابقة وطبعا عملنا كده بشكل مفاجئ عشان نقدر نحدد مين هم الطلاب اللي هيكونوا جاهزين فعلا للدراسة في اي وقت ودلوقتي هعلن عن اسم الخمس سنائيات السنائي الاول يارا عماد وماجد منصور السنائي التاني ميادة عصام وإياد محجوب ولحظتها بسط ميادة الملك بصدمة يا نهاري سود وده اسم اللي اتنطأ اه يا جزمة بقى بتذكري من ورانا وكمان بتنجحي ده انت ليلتك سودا وكملت المديرة في كلامها السنائي التالت عولى علاء وسراج نصار والسنائي الرابع اسيل محفوظ وجاسر منصور ووقتها حست ملت بالزهق انا هطلع الفصل كده كده انا مش موجودة في المسابقة وتحركت عشان تمشي بس وقفت بصدمة بمجرد ما سمعت المديرة السنائي الخامس هو ملك سعيد ومراد الكيلاني وقفت بصدمة بسبب اللي سمعته معقول؟ انا ومراد هنبقى فريق واحد يلا يا جماعة كل قبل هيبقوا فريق مع بعض اشوفكم بعد انتهاء المدرسة عشان هقولكم قوانين السباق ومشيت المديرة وقرب مراد منها وباين عليه الزعل جدا بقى انا ابقى فريق واحد مع فشلة زيك ايه ده؟ ليه بس الغلط ده يا كابتن؟ كابتن؟ يعني فشلة وكمان ما بتعرفش تتكلمي؟ انا مش فاهم ايه الحظ الاسود ده انا همشي قبل ما تجنن ومشي مراد بس هي كانت حاسة بالاحباط ومشيت وطلعت الفصل وعدى اليوم الدراسي وفي نهايته تجمعوا كلهم في قوضة المديرة عشان تقولهم قوانين السباق دخلنا كلنا واعدنا على الكراسي قدامي المديرة اللي بصت لنا بابتسامة ازايكم يا شباب اكيد كلكم متحمسين انكم تعرفوا ايه هي خطوات المسابقة وتكلمت يا رب ملل ياريت بس تكون خطوات لها قيمة تناسب ناس زاكية زينا او النبي يا حضرة المديرة عشان ياريت ما بتحبش الاسئلة السهلة ياريت نسقط شوية عشان نعرف نتفاهم ونتكلم وعرفكم على اساسيات المسابقة افهموني كويس المسابقة عبارة عن اربع مراحل هيتعاملوا خلال شهر وكل مرحلة هتبقى منفسة ما بين الفرق وفي كل مرحلة فريق هيخسر وهيخرج ممكن نعرف ايه هما الخمس مراحل المرحلة الاولى عبارة عن امتحان رياضيات هنختار اسعب الامثلة والنماذج وهتطبق ليكم في ورقة امتحان المفروض تجاوبوا عليه في عشر دقايق بالزبط مش اكتر من كده والامتحان ده هيكون كمان اسبوع بالزبط وبعد المرحلة الاولى هنقولكم على المرحلة التانية ودلوقتي تقدروا تتفضلوا وتمشوا عشان تجاهزوا نفسكم للمرحلة الاولى اامل كله وخرج برا قوضة المديرة وكل فريق مشي ووقف على جنبه مع بعض عشان يشوفوا هيعملوا ايه اما انا فوقفت على جنبه ونزعلانة وخايفة لاني ما بعرفش اي حاجة في الرياضة وبكده هكون السبب في خسارة مراد اللي فجأة لقيته قرب مني وانا وقفة وزعلانة انا فاهم الوقفة دي كويس اكيد خايفة لانك فشلة وهتخسريني معاكي بصيت له بصدمة وانا مش فاهمة هو ازاي عارف انا بفكر في ايه اللهم صلي عن نبي انت كمان بتعرف تقرأ الافكار ليه السؤال الغريب ده عشان انت قلت اللي كنت بفكر فيه بالزبط يا نهار سود يعني انا كنت بتكلم صحة وساعتك هتخسريني لا ما تقولش كده على فكرة انا مش فشلة وبعدين ملك مش طيقني كده ليه هون عملتلك ايه ولو على المسابقة يا عم انا هزاكره وان شاء الله هنجح في المرحلة الاولى بصلي مراد باستغراب من طريقة كلامي بعد مدموعي نزلت ولقيته بيقولي انا ما بحبش اللي يعيطه انا مش في فريق طفلة بقولك يا ملك بما انك كده كده فشلة وانا وانتي متأكدين من الكلام ده فلازم اذاكرلك عشان بصراحة كده حاسس اني هخسر لأول مرة في حياتي بسبب كنتي على فكرة انا شطرة بس محتاجك تسق فيه شوية ان شاء الله يلا بس خلينا نروح نذاكر يمكن تحصل معجزة ونعدي المرحلة دي ومشيت فعلا مع مراد وفضلنا طول الاسبوع نذاكر قصدي فضل هو طول الاسبوع يذاكرلي لحد لما جه يوم اختبار المرحلة الاولى ودخلنا احنا والاربع فرق وبدأنا نمتحن وبعد عشر دقايق بالزبط ده انتهاء الوقت واخدوا مننا الورقة عشان يصححوه اما احنا ففضلنا واقفين على جنب مستنيين ظهور النتيجة وبعد نص ساعة خرجت المديرة وبصت لنا بابتسامة دلوقتي هعلن عن اسماء الاربع فرق اللي كسبت وهنقول كلنا جود لك للفريق اللي خسر اول فريق نجح هو فريق ميدة وعصام الحمد لله يا رب كنت متأكد اننا هنكسب الفريق التاني هو يارا وما جد مهدان متوقع من المتفوقين اللي زينا الفريق التالت هو اسيل وجاسر مش مهم انا اصلا مش مهتمة اما جاسر الحمد لله ننعدينا والفريق الرابع واخر فريق كسبان معانا ومكمل هو فريق ملك ومراد ولحظتها بصيت له مراد وانا مش مصدقة نفسي من الفرحة وحضنته وانا بقوله المعجزة حصلت وكسبنا يا مراد طب كويس والساعة بقى شوية وبعدت عنه وانا مكسوفة قوي والكل بيبصلي ولقيت المديرة بتكمل كلامها فريق علا والسراج ما حصلش نصيب ليكم هارض لك وتقدروا تخرجوا دلوقتي ومشيوا فعلا برا القوضة ام المديرة المسابقة التانية عبارة عن مباراة تنس وكل فريقين منكم هيبقوا ضد بعض واللي هيخسر هيخرج برا المسابقة بس كده فيه فرقتين هيخرجوا مرة واحدة لا الفريقين اللي هيخسروا هيلعبوا مع بعض في نفس الوقت واللي هيخسر منهم هو اللي هيخرج والباقي هيكمل والمسابقة يوم الجمعة الجاية ان شاء الله ودلوقتي تقدروا تمشوا وتجهزوا نفسكم وخرجنا كلنا واول ما خرجنا بصلي مراد وهو حاسس بالملل تجاهي عارف اكيد مش بتعرفي تلعب تنس ولازم ادربك عشان اكسب مش كده عمليه طيب نصيبي ونصيبك هنعترض يعني لا ودي تيجي يلا خلينا نبدأ التدريبات انا عارف ان نهايتي هتبقى على ايدك ومشيت مع مراد وبقينا نتقابل كل يوم كل يوم بعد المدرسة حرفيا ونروح النادي ونتدرب على التنس وخلال الاسبوع ده قربت من مراد شوية وعلقتي بيه تحسنت لحد ما وجه يوم المباراة ولعبنا قدام يارا وماجد وللاسف خسرنا وكان مراد زعلان قوي بس افتكرنا اننا لسه قدامنا فرصة اننا نغلب اسيل وجاسر اللي كمان خسروا زينا وقمنا وبدأنا اللعبهم وبعد ربع ساعة من اللعب كنت تعبت قوي من كتر الحركة وما كنتش قادرة اساعد مراد اللي كان بيحاول يرد هجمتهم وقدر انه يتعادل معاهم وكان الفرق ما بيننا نقطة واحدة بس وفجأة مراد وهو بينط عشان يدرب الكرة رجله تلوت ووقع على ارض وكلنا جرينا عليه والدكتورة لفت له رجله وجات المديرة سلامتك يا مراد انا طبعا مؤدرة اللي انت فيه بس من الافضل انك تنسحب لانك مش هتقدر تكمل المباراة برجلك المصابة دي وعلى العموم هو ناقص بس نقطة واحدة فانا هعلن انسحبك وفص فريق جاسر واسيل وشفت مراد اللي ظهر عليه الزعل بسبب اللي حصله وحسنت اني انا السبب فيه لاني تعبته ومساعدتهش في الفترة الاخيرة وبصيت للمديرة وقلت لها مراد مش لوحده في الفريق انا لسه موجودة وهقدر اكمل المباراة مش حكاية يعني مفيش مشكلة تعالي وكملي يا ملك ملك انتي مبتعرفش تلعبي كويس وبكده هنخسر انا رأيي اننا نخرج من المسابقة بسبب اصابة احسن ما نخرج منها واحنا مطردين وخسرنين عيبك انك شايفني فشلة سق فيها شوي عيب كده قلت له كلامي بجدية ومشيت وروحت وكملت اللعبة وقدرت اصد كرة اسيل اللي ما عرفتش اصدها مني لما ردتها لها وصفر الحكم ونهر مباراة بفوزي واول ما حصل كده جريت ناحية مراد وتكلمت ببرود مش قلتلك تسق فيها شوية بصراحة لحد دلوقتي مش مسدق انك كسبتيهم والله ولا انا اقولك على سير بصراحة كده اللي خلاني انط واضرب الكرة بكوة كانت ناموسة عملت زولني وكنت عملا بنط منها ومن كتر النط طارت ووقفت قصادي فحاولت احرك المضرب بغله وفجأة خبط في الكرة من غير قصد وكسبنا شوف كله ببركة ربنا المهم اننا كسبنا بصت له وانا مبسوطة لاني اول مرة اشوف بيدحك ولقيت المديرة جاية وهي وباقي الفرق اللي كسبت مبارك عليكم يا شباب انتوا كده وصلتوا لتالت مرحلة واللي هتكون عبارة عن السباحة في حمام سباحة طوله 30 متر والفريقين اللي هيوصلوا لأول هيكونوا هم اللي كسبانين ومعاد المسابقة هيبقى يوم السبت الجاي يعني كمان سبع أيام أشوف الشكم على خير وخلصت المديرة كلامها ومشيت مع باقي الفرق أما أنا فقعدت قدام مراده وابتسمت له ما تقلقش أنا بقارف عم كويس المهم انت بتعرف ولا أعلمك بعرف بس في مشكلة هقوم ازاي برجلي دي من هنا اليوم المسابقة هتكون خفت دول شوية التواء يعني بشوية زي التدليج واهتمام هتخف ويا عم سيب الموضوع ده علي ويلا بقى عشان نروح قوم اسند علي استغرب مراد جدا اسند عليكي ليه هو انت راجل أجدع من الرجالة كمان بقول لك كده من غير منهدأ قوم عشان كل واحد يرتاح شوية في بيته عشان قدامنا أسبوع طويل ومتعب جدا وفعلا قام مراد وسند علي ووصلته لبيته وبقيت كل يوم أجيب معايا زي التدليج واهتم برجليه في وقت الاستراحة والتدريبات وكنت بساعده في رجوع بيته وعدت السبع أيام وجه يوم المسابقة وكان كل فريق واقف جنب بعضه قدام حمام السباحة ومستنين إشارة الانطلاق وبعد دقيقة اتكلمت المديرة بجدية اغفزوا الوقت بدأ وأول ما سمعنا كده نطينا كلنا جوه حمام السباحة وبدأنا نعوم وبمجرد ما وصلنا من نص المسافة عوم لقيت مراد واقف وبان على وشه لألم بسبب ان رجليه لسه تعبانا فعمت نحيته بسرعة اسند على كتفي وحاول تحرك رجليك بسرعة معايا مش هتقدر يحملي مع حمل المية هيتعبك وفي الحالتين هنخسر اسمع الكلام بس واسند علي يا مراد انا يا عمم وفق اني اخسر بس وانا بحاول يلا بقى والسند علي يا مراد وبدأ يعم معايا بكل سرعته وحاولنا اننا نعتمد على بعض وفعلا قدرنا نوصل لخط النهاية قبل اخر فريق بسواني بس عاش يا ابطال ملك ومراد ويرا ومجد انتوا اللي كسبتوا في الاختبار ده وتأهلتوا معانا للنهائيات عشان كده عايزة كل واحد فيكم يكتب تقرير عن رأيه في صاحبه في الفريق اللي معاه وانا هقرأ رأيكم يوم السبت الجاي في قاعة المسرح في المدرسة قدام كل الطلبة ده طبعا بعد نهاية اسبوع الاجازة اللي هتغضوه عشان ترتاحوا شوية اشوفكم على خير ومشيت المديرة وخرجنا كلنا من المية وغيرنا هدومنا ولقيت مراد جاي علي اشوفك كمان اسبوع ان شاء الله خلي بالك من نفسك قصدي يعني من رجلك وانتي كمان خلي بالك من نفسك ومشي مراد اللي حسيته بيتكلم بحزنة وبصيت لقيت ما ياده جات علي ايا بنتي الشجاعة دي تصدقي بالله ان خسرت النهاردة بسبب بصي عليكي وانتي بتساعد مراد بجد عاش قوي والله وحشتيني بقالنا ثلاث أسابيع مش بنتكلم ولا بنتقابل بسبب التحدي اللي كان ما بيننا بقولكي تعالي روحي معايا عندي كلام كتير قوي عايزة أقولهولك ماشي يا ستي وبالمرة أكل من إيد عمه سعيد وحشني أكله قوي وحشك أكله ولا وحشك الأكل اللي ببلاش بصراحة الاثنين طب يلا يا نصحة ومشيت نوميادة وروحنا على البيت وعد الأسبوع وخلاله كنت حاسة بالزعل عشان مش قادرة أشوف مراد بس كنت بكتب رأيي عنه في الفترة اللي قضيتها معا وجاه يوم السبت وروحنا المدرسة وتجمعنا كلنا في قاعة المسرح وقعدت أنا والبنات على صف والجنب التاني كان قاعد فيه مراد وباقي الطلاب الولاد وعلى المسرح كانت وقفة يارا والمديرة وماجد اللي بيقرأ رأيه في يارا يارا إنسانة جميلة وزكية كانت بتحاول تفيدني وتقولي على النصايح ودي حاجة كانت بتفرحني قوي لأنها بتحسسني بقيمة الفريق وأظن إن ما كنتش هلقة أحسن من يارا عشان يبقى فريقي كلام جميل يا ماجد خلينا نشوف يارا كتب عنك إيه اتفضلي يا يارا وبدأت يارا تقرأ رأيها رغم إن ماجد متفوق في دراسته إلا إنه إنسان بطيء الفهم جدا في المسابقات وكان بيتعبني جدا وكنت دايما بحس المحملة علي وكأني واخد ابن أختي معايا بصراحة كده كنت أتوقع إن حد تاني يبقى معايا غيره ووثق إنه هيبقى فيه تغيير وتقدم أفضل من كده وسر يا ماجد ما تزعلش أنا بس قلت الحقيقة اللي شايفها بص ماجد بكسوف لنا كلنا بسبب اللي يرى قالته عنه بس المديرة حاولت تغير موضوحهم مراد وملك يطلعوا وكل واحد فيهم يقرأ الورقة اللي كتب فيها رأيه عن التاني وقمت أنا ومراد وطلعنا على المسرح ومسكت الميكروفون وفتحت الورقة وبدأت أقرأ وأنا مكسوفة جدا أولا كده أنا ما كنتش أحلى مني أبقى مع مراد في أي حاجة خصوصا في مسابقة زي دي لأننا مختلفين جدا عن بعض هو زاكي وناجح ومعظم بنات المدرسة بتحبه أما أنا ففشلة ومتهورة ومفيش حتى كلبي بيكراش علي المهم لما سمعت خبر انضمامي لفريق مراد فرحت قوي لأنه كان حلم بالنسبة لي أني بس أتكلم معاه ما كنتش مسدقة أني هقضي معاه شهر بحاله ونتشارك كل حاجة وخلال الشهر ده كان بيدربني مراد قبل كل مسابقة وبيحاول أني حسن مني كان دايما بيدعمني وبيشجعني واستحمل فشلي وتهوري طول الوقت طول الوقت وكنت بحس بالأمان وبالقوة والشجاعة بسبب وجودي بفريقه ولو هقول إيه أجمل فترة قضتها في حياتي فأكيد هختار الفترة اللي قضتها بفريق مراد الكلاني وسكت وبصيت لقيت كل اللي موجودين بيسقفوا لي ومن ضمنهم المديرة اللي اتكلمت بابتسامة برافو عليك يا ملك بس يا ترى مراد رأيه فيك إيه بصيت لمراد وانا زعلانة لإني عارفة هو هيقول عني إيه بس فجأة ابتسمت بسبب أني لقيته أخد من الميكروفون وفتح الورقة وبدأ يتكلم بابتسامة ملك سعيد مهران أغرب بنت قبلتها في حياتي بنت مجنونة ومتهورة أو الفشل صديقة عن مقرب يوم عرفت انها بقت شركتي في الفريق حسيت اني خلاص خسرت واني اتدبست في مصيبة هتكون عبقة علي بس مع مرور الأيام بدأت أتشف اني أنا لبقيت عبقة عليها لقيت بنت قوية ومتمسكة جدعة دايما مبتسمة وابتدعمني ووقفة في ظهري وبتحاول تقويني كل ما بحس اني بضعف دايما بتسندني وبتشيلني وبتديني طاقة في الحياة خلال الشهر اللي قضيته معاها اتعلمت منها الاكتهاد والصبر والعزيمة اتعلمت منها يعني ايه اضغط على نفسي واحارب عشان حد غير يحس بالنصر ملك خلال التلاتين يوم كانت هي الدعم الوحيد لي كانت بتقسى على نفسها في الدادريبات وبتصعر بسببي لانها كانت بتحاول تساعدني في الفوز حتى يوم السباحة لما تعبت جوه حمام السباحة ومقدرتش أكمل عم لقيتها رجعتلي بسرعة وسندتني على كتفها وقالتلي سيك فيها وحاولت عم معايا وفعلا وصقت في رغبتها وسندت عليها وعمنا واكننا كائن واحد وقدرنا نفوز بفضلها هي ملك مش بنت فشلة لا ملك حالة غريبة نموذج لبنت جميلة وشائية ومرحة ومجنونة بس في نفس الوقت قوية وصبرة وجدعة ولو الزمن رجع بنا الورا وتعادت المسابقة دي تاني هاختار ان كل اللي حصل يحصل تاني هاختار أبقى في فريق ملك وهاختار ان رجلي تتلوي وهاختار اني أتعب في حمام السباحة وهاختار اني أبقى واقف قدامكم دلوقتي وبقول لها الكلام ده وكمان بقولها قدامكم اني بحبها جدا 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 بسيط بصدمة لمراد وانا مش مصدقة اللي سمعه من صوت تسقيف وتصفير الطلاب ولقيت مراد قرب ويقع قصادي وطلع خاتم وقال لي بابتسامة جميلة تتجوزيني يا ملك انت بتهذر ولا بتتكلم بجد عشان بس أبقى فاعمة لا بتكلم بجد وكمان قابلت باباكي وقلت له على كل حاجة وهو موافق علي بعمله دلوقتي ها قلتي ايه موافقة ولا طبعا موافقة ده لابحبك من لما كنا في سنة تلتة ابتداء يا مفتري لبسني الخاتم بسرعة اه مراد ولبسني الخاتم وحضرني من فرحته بيا اما المديرة فمسكت الميكروفون ومعها كاس شكله جميل جدا المسابقة اسمها سباء الحب والهدف كان منها ان كل فريق يحب بعضه ويدعم بعضه وده كان المهم بالنسبة لنا بس مش كل الفرق فهمت كده وفريق واحد هو اللي فهم ده وقدر الاسم طبعا الفريق الكاسبان هو الفريق اللي بيدعم بعضه الفريق اللي بيشجع بعض ومرماش غلطة على التاني الفريق الكاسبان في سباء الحب فريق ملك ومراد بصينا البعض واحنا مبسوطين قوي وخدنا الكاس والطلاب بيسقفولنا واتكلم مراد بفرحة بحبك يا ملك ياه اخيرا فست بحبك يا مراد وانا بحبك اكتر والحد هنا تكون خلصة قصتنا يا احلى متابعين في الدنيا بحالها قلولي رأيكم فيها في الكومنتات وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك واستنوني في قصص تانية كتير بحبكم اوي مع السلامة شكرا